أهلا بكم بعد تلاوة صلاة إفرح يا ملكة السماء حيا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أرغبوا أن أعبر عن قربي من جميع الإخوة والأخوات الذين يحتفلون بعيد الفصح ولا سيما في الشرق ليكن الرب القائم من بين الأموات معكم وليملأكم بروحه القدوس فصحا مجيدا لكم جميعا وأضاف قداسته لكن في تناقض صارخ مع رسالة عيد الفصح تستمر الحروب وتستمر في زرع الموت بطرق مروعة لنحزن على هذه الفضائع ولنصلي من أجل الضحايا التي تسببها سائلين الله أن لا يتوجب على العالم بعد الآن أن يعيش تشويش الموت العنيف على يد الإنسان وختم الأبو الأقدس قائلا أتابع بقلق الأحداث التي تجري في السودان وأدعو للصلاة لكي يتم وضع الأسلحة جانبا ويسود الحوار لكي نستأنف معا مسيرة السلام وأفكر أيضا في إخواتنا وأخواتنا الذين يحتفلون بعيد الفصح في روسيا وأوكرانيا ليكون الرب قريبا منهم وليساعدهم على صنع السلام